تأثير نفسي أكيد بلا شك طيب الحين الأمراض المزمنة اللي دائما مع مريض السمنة مثل السكر والضغط يقولك أنا باتجه للعملية هذه علشان المرض هذا يعني ومشرطا يكون متجلة عشان نقاص الوزن لكن هي أصبحت سبب رئيسي في أن يتخلص من السكر وتخلص من الضغط صحيح المعلومة هذه؟ بلا شك ربطنا أنه وحدة من مضاعفات السمنة الأمراض التي ذكرناها وبالتالي أنا لما أتخلص من هذه الأمراض أغلب الناس إيش اللي يصير معهم أنه يقعد طول عمره عايش على أدوية السكر وأدوية الضغط والآخر ويقعد له سنين من العمر هو مهلك نفسه في الأدوية بينما المشكلة ما هي في موضوع السكر بحد ذاتها هي موضوعها مشكلته في السمنة عندما يتخلص من السمنة يتخلص من السكر ويتخلص من الضغط ويتخلص من الكوليسترو ويتخلص من أمراض كثيرة أيضا الشخير أثناء النوم من قطع النفس أثناء النوم من المشاكل طبعا اللي ممكن تؤدي إلى الوفاة وبالتالي التخلص منها أمر يصبح ضرورة إحنا نعرف أنه مضاعفات السكر كثيرة تؤثر على العين على الأطراف على القلب على الشرايين على مشاكل كثيرة دائما أنا أقول للمريض حاول أنك أنت ما تصل إلى مضاعفات السكري لأنه لما إحنا نصل إلى مضاعفات السكري وتبدأ التأثير وفقد اللي هو الإحساس بالأعصاب الطرفية وتأثيرها على العين وتأثيرها على الكيلة لما إحنا نتخلص من السكر في ذاك اللحظة أو نعمل المثال العملية فرضا وتخلصنا من السكر هنا ما تم إصابته لا يمكن أن يرجع إلى وضع الطبيعي فهذه الإشكالية دائما نوجهها أنت مداما كنت اكتشفت أنه عندك سكر وعندك سمنة فحاولت تخلص تخلص منها بالرياضة تخلص منها بأي طريقة كانت لابد أنك أنت تتخلص من وزنك لأجل الحفاظ على صحتك الأهمة ممتاز وبالتالي ملخص الكلام أنه نعم عمليات التكميم تساعد على التخلص من أمراض السكري من النوع الثاني وأمراض الضغط والكوليسترول وبنسبة جدا كبيرة تصل إلى أكثر من 95% ممتاز طيب في بعض الناس يقول لك يا أخي أنا لو أشرب الموية أسمن يعني يزيد وزني أنا حتى لو حسبت السعرات الحرارية حتى لسوية الرياضة ما يبين يعني ممكن يكون عندها مثلا مشكلة في الغدة الدراقية أو شي يعني مو بشرط أن الأكل يعني إحنا طبعا لما نعول على السمنة نعول على 90% من المشاكل السمنة بسبب اللي هو المشكلة التغذوية أو الغذاء بشكل عام وقلة الحركة 90% لكن إحنا لما نتكلم عن الجزء الباقي اللي نتكلم عن المشاكل الغدة الصماء بشكل عام زي كسل الغدة أو خمول الغدة الدراقية نعم وحدة من الأعراض تبعها أو واحدة من المسببات أو النتائج التي تصل إلىها أو تبعات كسل الغدة الدراقية اللي هو السمنة هذه واحدة طبعا من الأشياء اللي لا بد أنها تعالج ولا بد أنها تأخذ بعين الاعتبار لكن كون أني أنا عدلت أو صححت كسل الغدة الدراقية هذا لا يعني بتأديلها سوف أتخلص من السمنة ففي ناس تعتقد أنه تقول لك أوكي أنا سمنتي بسبب كسل الغدة وكانت الغدة جدا خاملة وصححتها فالمفروض أنه أنا سمنتي تروح هي ما هي بالطريقة هذه ما حدث من زي ما ذكرت بالسكر ما حدث من مضاعفات بسبب كسل الغدة لا يمكن يعود بالتصحيح لازم تدخل على برنامج الأكل ورياضة ومع الأشياء هذه اثنين عندنا من الأسباب الأسباب الوراثية يعني إحدى الدراسات ذكرت أنه ثمانين في المئة من سمنة الأطفال بسبب سمنة الوالدين عندنا طبعا استخدام بعض الأدوية زي أدوية الكورتزون وشلقة للوراثة في زيادة الوزن الارتباط الوالدين طبعا الوالدين عادة لما تكون الأب والأم عندهم السمنة عالية بالتالي طبيعي جميع ما يأخذونه في البيت سيستفيدون منه الأطفال وبالتالي ستلقاها السمنة هذه جدا مرتبطة فيهم بشكل على مدار العمر فكلها علاقة في الجينات والشهادة ما فيه ارتباط قوي بموضوع الجينات لكن احنا نتكلم فيه ارتباط جدا بسيط في إحدى من الجينات أنها تسبب لكن ما نعول عليها بالنسبة كبيرة أيضا زي ما قلت لك اللي هو الأدوية أدوية الكورتزون وفيه بعض الأمراض النفسية اللي تساعد على بعض الأدوية النفسية اللي تساعد على اللي هو فتح الشهية ويعني التقبل كميات عالية من السعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن طيب السعرات الحرارية